رحلة جماهير الزمالك في الحصول على تذكرة لحضور مباراة فريقها المفضل أصبحت في غاية الصعوبة الجماهير الوفية تقتنص التذاكر بمجرد طرحها إلى حد الاحتفال بالنجاح في الحصول عليها الزمالك صاحب الشعبية العملاقة داخل وخارج مصر تثبت جماهيره اليوم التلو الآخر أن مسانداتها للفريق في كل الملاعب وتحت كل الظروف ليست بالقول فقط وإنما بالفعل رحلة جماهير الزمالك في القطار المتجهة إلى أصوان لا يزال يضرب بها المثل إلى الآن وبرغم خسارة الفريق وتراجع النتائج إلى حد ما لم تدخر الجماهير جهدا أو تفكيرا في لحظة في التراجع عن مساندة فريقها وكانت تحجز كل التذكرة المتاحة في المباريات التالية بمجرد طرحها وآخرها مباراة القمة أمام الأهلي دعم جماهير الزمالك المستمر وشكلها الحضاري داخل الملعب يأتي دائما بمساندة من المستشار مرتضى منصور والذي يوفر كل سبل الراحة للجماهير المسافرة وراء الفريق في كل مكان أعداد جماهير الزمالك والبيانات الرسمية الصادرة من شركة تذكرتيا عن الحضور كامل العدد للجماهير هي رسالة للعبين أنها وراءهم في كل لحظة وأنها ستظل اللاعب الأول في كل مباراة للزمالك وعلى اللاعبين أنفسهم رد الجميل للجماهير والقتال على كل البطولات حتى الرمق الأخير من أجل إسعادهم بالحصول على لقب الدور للمرة الثالثة على التوالي حلم جماهير الزمالك بالتتويج الإفريقي الغائب ورغبتها في مؤازرة الزمالك من الملعب اتسق مع رغبة المستشار مرتضى منصور وأمير مرتضى المشرف العام للكرة بمناشدتهم المستمرة لزيادة أعداد الجماهير عند بداية دور المجموعات من دور أبطال إفريقيا الشهر المقبل جماهير الزمالك مستعدة جيداً للاعب دور ليس بغريب عنها في دفع الفريق إلى منصات التتويج ومستعدة لجعل استاد القاهرة يتلألأ بآلاف الجماهير كما اعتادت دائماً في مغامراتها الإفريقية لإعادة الأميرة الإفريقية إلى قلب ميت عقبة المكان التي اعتادت المكوث فيه طويلاً فتحية حب وتقدير إلى جماهير الزمالك سلاح الفريق الأبدي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر